التي سيعبر عنها ابتداء من اليوم طالب حامل بكاريا الجديد سيختار عشرة اختيارات وبالوجوب يعني اثنان يكونوا في نظام الألمدي بعدها تأتي عملية الفترة التأكيد الترجلات التي ستنطلق ابتداء من 28 لغاية 30 أوت وبعدها ستأتي المعالجة مؤالجة الرغبات الطلبة إلى غاية 6 أوت اليوم سيكون فيه الإعلان عن النتائج نعم في منصة التسجيل الدكتور شكري علي مثلا الطالب يجلي المنصة ويملأ بتاقة الرغبات الخاصة به بعشر اختيارات منها اثنين تخصصين أو تكوينين في مسار الألمدي هل يمكن للطالب أن يتراجع عن اختياراته خلال 5 أيام؟ نعم لكن قبل 30 من الشهر الجاري أستاذي الكريم هل يمكن للطالب أن يعيد ترتيب اختياراته أو حذف اختيارات وإضافة أخرى؟ قبل فترة التأكيد له الخيار في هذا كم من مرة يمكن أن يقدر؟ قالت ما يمكن تعطيك فرصة فرستين؟ لا لا ما عليش عندك فرصة مفتوحة إلى غير التأكيد إذا كان ما أكدش ستصبح يصبح التأكيد ويعني أوتوماتيكا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر